الأمير يقول لابن الكوة ويحك يا ابن الكوة إن الله خلق الملائكة على صور شتى ألا وإن لله ملكا في صورة ديك أبح أشهب إلى أن يقول فهذا الملك الذي هو بصورة الديك ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن وصيه خير الوصيين سبوح قدوس رب الملائكة والروح قال فتصفق الديكة الحيوانات في الأرض بأجنحتها في منازلكم بنحو من قوله يعني أن الديكة في وقت الصلاة تردد هذا التشهد صلاتها هكذا ولكم الديوشة في صلاتها تذكر الشهادة الثالثة المطاية البغولة الحشرات الاخضيري البشوش بس مراجع النجف حتى المطاية في صلاتها تذكر الشهادة الثالثة ما هذا هو القرآن وهذا تفسير عليه ماذا تقولون أنتم؟ بلكم حتى المطاية أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي صغالي وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي قتالي فصرت إذا شككت بأصل مرئن ذكرتك بالجميل من المقالي فلا يطيق سمع ثناك إلا 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 كريم الأصل محمود الخصالي محمود الخصالي فها أني فها أني فها أني فها أني قد خبرت بك البرايا فها أني فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت أنت 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 يا أمير الأمراء فأنت أنت يا أمير فأنت أنت محك أولاد الحلال